السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اتمنى من الله ان تكونوا بخير وبصحة جديدة اتبادزكم ان تسجد امال اشتراك في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصل لكم للجيد ولا ان يوفيكم بي 175 جنيه للفرد التومين يعلن رسميا موعد الغياء بطاقات التومين وتطبيق النظام الجديد تفاصيل الدعم النقدي يشهد عملياتنا بحث واسعة في الساعات الاخيرة لا تيام بعد اعلان وزير التومين شريف فاروقا اليوم الاثنين الاستقرار على التحول للدعم النقدي بدلا من الدعم العيني ويصير نظام الدعم النقدي الجديد جدلا كبيرا في كيفية توديع الثلع التومينية للمواطنين في مصر تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لتحسين جودة الدعم وتمكن المواطنين من اختيار الثلع الذي تتناسب مع احتياجتهم الفردية قال الشريف فاروقا وزير التومين والتجارة الداخلية ان الظروف الرهنة والتحديات التي يشهدها العالم تتطلب اتخاذ اجراءات للحفاظ على استقرار البلاد وتأمين الاحتياجات من الثلع الاساسية خاصة الثلع التومينية والخبز ويعد هذا التحول جزءا من جهود الحكومة لتوجيه المساعدات بشكل اكثر فاعلية الى الفئيات المستحقة مع تقليل الهدر في الثلع التومينية ومن ابرز ملامح هذا الاجراء الغاء البطاقات التومينية واستبدالها بدعم نقدي مباشر يمنح للمستحقين بناء على معيير محددة ويهدف هذا النظام الجديد الى الحد من الموارد المهدورة وضمان وصول الدعم الى المستفيدين الفعليين وخاصة المجموعات التي هي في امس الحاجة اليها وبحسب خطة الحكومة سيبدأ التطبيق التجريبي لهذا النظام في بعض المناطق المحددة بحلول الموازنة الجديدة لعام 2025 بهدف التأكد من فعالية النظام قبل تطبيقه على مستوى اعلى وبحسب فخري الفقي الفقي رئيس الاجنة التخطيط والموازنة بمجلس النواب فان قيمة الدعم النقدي لكل فرض في النظام الجديد ستكون 195 جنيه شهريا ويشمل هذا المبلغ السلع الغذائية والخبز مما يعكس الصلاة الحكومة على توفير الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للمواطنين وبحسب الفقي فان هذا التغيير من شانه أن يساعد من تخليل لنسبة التسرب والدعم والتي تقدر حاليا بنحوى 30% ووقف بطاقات التموين موعد تطبيق النظام الجديد وتطبيق النظام الجديد تعرف على موعد التطبيق والفئات المحرومة من الدعم النقدي الحق والضلال أكد وزير التموين دكتور شريف فاروق أن الحكومة انسعت إلى تطبيق النظام الجديد بشكل مدروس وتقديمي مع التركيز على تلبية احتياجات المواطنين دون التأثير ثلبا على الفيات المستحقة وقال الوزير أن هذا التحول يأتي ضمن الرؤية المصرية 2030 التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية ومواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد ووضح وزير التموين أن الدعم النقدي سيكون على شكلين الدعم النقدي المشروط والدعم النقدي الكامل وفق قاعدة بيانات حديثة تضمن الوصول إلى المستحقين بدقة أكبر ويهدف هذا النظام إلى توفير دعم بحيث يمكن تطويره وتكيفه حسب توصيات الخبراء لضمان نجاح التجربة في المستقبل ويشدد المسؤولون على ضرور تحديث قاعدة بيانات المستقى المساعدات بشكل دوري ومستمر لضمان وصول المساعدات إلى مستحقها حقا وشدد الوزير فاروق على أن التحول إلى نظام دعم يعتمد على بيانات دقيقة ومسوقة يمثل حجر الأساس لنجاح هذا النظام مشيرا إلى أن التحديث المستمر للبيانات سيساعد على تجنب أي اخطاء أو مخالفات في توزيع الدعم وبهذا قد أوفينكم ب175 دنيا للفرض التموين يعلن رسميا موعد الغابة بطاقات التموين وتطبيق النظام الجديد تفاصيل لا تنسوا اشتركوا في القناة في الزرقية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر